اشتركوا في القناة وكذلك لا يجوز لها ان تبدأ الاعتكاف وهي حائف لانها ليست من اهل المسجد في ست الحال بخلاف ما اذا حاضت اثناء الاعتكاف وكذلك لا يجوز لها المكثو في المسجد ولا يجوز لها الطواف ايضا عند جمهور اهل العلم واما السعي والوقوف عرفة وذقوف المزدلفة ورمي الجمار فهذا جائز ولا حرج عليها فيه واما التسبيح والتكبير والتهليل والامر بالمعروف والنهى المنكر والكلام في الدعوة الى الله عز وجل من غير تلاوة القرآن فهو ايضا جائز واما قراءة القرآن فقد اختلف فيها اهل العلم على اقوال او على قولين والصحيف انها جائزة اعني قراءة القرآن للحائط تجوز لانه ليس في ذلك سنة صحيحة الصريحة في منعها من قراءة القرآن والاصل جواس الا انه لا ينبغي ان تقرأ القرآن الا لحاجة مراعاة للخلاف نعم نعم